موسيقى صباح الخير العنوان الداخلي الأبرز في صحف بيروت اليوم هو جلسة مجلس الوزراء التي ستطرح على طاولتها عدة مواضيع من ملفات النفايات والتعينات والألية وسط معطيات متناقضة حول ما ستنتهي إليه الجلسة في وقت أبرزت الصحف أيضا لتفاقم أزمة الكهرباء بعز تقص حار كلها عنوان سأتابعها في هذه الحلقة مع معالي الوزير السابق الأستاذ فادي عبود معالي الأستاذ عبود صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بك مثل ما قلت معطيات متناقضة حول جلسة اليوم ولكن البداية من وضع المواطن اللبناني مثل ما صوروا كاريكاتور حسن بلايبل بجريدة الديلي ستار رسموا يتصبب عرقا وهو يزحف تحت أشعة شمس حارقة مقيد يدين بكرسي الحكومة والرجلين بكرسي الرئاسة الأولى وفوق ظهره كيس نفايات ومصباح كهربائي تحول إلى عبوة مع تعليق يقول كيب ووكينج واصل المشي يعني أكيد مقصود بهذا المواطن لبنان بالنهاية أداش لبنان راح يدل يقدر يمشي وسط كل هذه القيود أولا اشتقنا للمستقبل تسميني لونغ تايم ما طلعت صلة مدة طويلة بتشكر دعوتك شوفي يعني إذا بنا ناخد الشعب لبناني ككل وكأفراد وكم أسسات عندهم قدرة على الاستمرار رهيبة لا تقارن بأي شعب آخر بتعرف تاريخنا تاريخ أكتر فردي من عمل يعني مشترك ولكن بالواقع ما بعتقد في دولة بالعالم بتخيل لو اللي عم بيصير بلبنان عم بيصير بأي دولة حتى خلانا نحكي عن دول متقدمة بشك قداش ممكن يكون عنده قدرة الشعب أنه يستمر بيظل كل اللي عم بيصير بدون شك بحب ذكر الشعب أنه هو المسؤول الأول لأنه هو اللي بينتخب فبالتالي بتسمعها لك تسمعها لك تسمعها لراديويات تشاكت 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 عابل لي انتخابات بعد شهرين أكد لك أنه رح يرجع نسبة كبيرة ينتخب نفس الأشخاص نسبة كبيرة إذا مش كلهم بس نسبة كبيرة من اللي هنزتهم فكمان ما ينسى الشعب مسؤوليتهم طبعا المسؤولية الحكام هي المسؤولية المباشرة والأولى ولكن كما أنتم يولى عليكم نتمنى أنه على كل لبناني يرجع يفكر بس بد يروح طبعا إذا وقف التمديد ورجعت الانتخابات بقانون انتخابة عادل يفكر قبل ما يفوت ورا هالبردية أنه اللي رح حطها اليوم هي رح تقرر مستقبل هالبلد فبالتالي كلنا بنا نتعاون لتغيير ولكن تغيير من ضمن المنطق والتفاهم وقدر الإمكان قناعة أنه بنعيش مع بعض رح نستعرض مواضيع الحلقة تباعا رح أبدأ بمشاة جريدة المستقبل اليوم يلي حكيت عن تسوية رصدت عشية انعيقات جلسة مجلس الوزراء تحديدا بملف التعينات العسكرية حتى أنها أشارت لروائح حلحلة بأزمة النفايات يمكن بجزء كبير من الامتباع الإيجابي اللي عكسته الصحف أتى بعد البيان لصدر عشية اجتماع أو بعيد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح جو عندك معالي الوزير هل ينحو إلى الإيجابية وبأي ملفات تحديدا؟ لا برأيي يعني بيميل أكتر صوب الإيجابية وكل يعني اتهامات التعطيل تعرفي يمكن نحنا جسمنا لبيس والفريق الآخر ما بيرتد على أنه كل اللعب السير يعني وصلت ببعض الأحيان أنه كمان أزمة الزبالة هي أزمة لأنه نحن عمر قاطع ولأنه مجلس وزراء ما عم يجتمع وإلى آخر هي أو مجلس نواب عم يشتغل ومجلس الوزراء معطل نحن اليوم يعني ما تغيرنا نحن إيجابيين ما جاي نحط قصة بالدوليب جاي ننصحح الأخطاء جاي ننأكد دايما الفريق الآخر وهالكلام بحب أحكيه على المستقبل بيقول لبنان بلا مسيحي إلى جناحين وبيلا جناحين ونحن ما مريد نكون بهالبلد يلي ما فيه مسيحيين نحن عم نجرب نترجم هالشي هالمسيحي يرتاح يعني هالكلام كتير حلو كل مسيحي بيقدروا كل مسيحي هالكلام بيفوت بقلب وبيفوت بعقله ولكن هيدا بده ترجمة على الأرض والترجمة على الأرض بدي تجي إرادة المسيحيين بدي سلم جدلاً أنه الخي التاني بيعتبر إرادة خي الأصغر إرادة منى مية بالمية صائبة بس بدي يحترمه فنحن بقاطع النظر عن هني شو رأيهم؟ يعني أنتو الخي الأصغر بهالحالة؟ نحن منتمنى أنه ما فيش صغير وكبير بهالمعدلة هاي ولكن نحن نتحتم الخي الأصغر إقليمياً وبالمنطقة فوقت اللي بد يكونوا يحكوا عن الوجود المسيحي وعن حقوق الأقليات هيدا ما بده تكون شعر هيدا بده تكون فعل على الأرض فبالتالي يعني بنعمل مشكلة من لا مشكلة في إرادة عند فئة كبيرة قد تكون أكثرية من المسيحيين برئاسة جمهورية باتجاه معين ومقايد الجيش باتجاه معين هل جماعة هني بشكله الأكثرية المسيحية؟ أو لا حتما بشكله كل الصندجات اللي عملت باعتراف الجميع فبالتالي ليش ما متعامل مع هالموضوع؟ بكل مثل ما مفروض أن نتعامل مع هالموضوع يعني بكل المفتوح والفتاح وعدم فرض إرادة هيدا النوسيون اللي بقولوله بالإنجلس خيال الأكبر اللي بده يرائب كل شي مفروض هو أنه يتغير نعم بس هنا المشكلة مع علي الوزير طالما أشرت لهذا الموضوع أنه إذا مش مثل ما بده العماد عون بيكون الموضوع ما بيسوى يعني وكأن بلبنان ما في مسيحيين غير العماد عون وإذا لم يأتي صهره بكيادة الجيش الأمر ما بيسوى يعني من زمين فيه سنة غير الرئيس الحريري الرئيس تمام سلام عظيم طيب وقت اللي كان مثلا الرئيس مئات يطلع كم أتير راح بطرابلوس تحب نتذكر بعدنا شو صار على الأرض نعم بس الرئيس سلام اليوم بيمثل منحة معين وحتى الرئيس بر الرئيس السلام بيمثل منحة الرئيس الحريري وهذا شغلة واضحة وشغلة مش إنه عيب يعني منحترموا عليها وهني ممكن بيمثلوا أكثرية الرئيس السني فاليوم ما أجل رئيس سلام بطيار جديد يختلف عن أفكار طيار المستقبل والرئيس الحريري نعم تنقل شوية نروح مثلا صوب الأخواننا الشيعة كمان أو الدروز بهالموضوع يعني ليش ما يحق حتى بالانتخابات لو أنت لبنان نحكي بالانتخابات حتى بالموضوع الانتخابي وبموضوع التمثيل الشعبي ليش يحق لهم الحق لغيرهم يعني هذا الموضوع ما عم بفهمه نحنا بلبنان منا ببلد ديمقراطي والأقليات لها حقوقها لسوء الحظ ونظامنا الانتخابي يريد نظام نسبي يعني بالنظام النسبي حتى العشرة بالمئة من الناس يجب أن يتمثلوا نحنا منا بهات نحنا بنظام قهري ما له علاقة بالأبد بالديمقراطية ما له علاقة نهائية كيف نظام قهري هلأ من عشر سنين لليوم خليني اشرح بدي احكي عن عماد عون تحديدا لم يأخذ ما يريده بقات عن نظر إذا أخذ ما يريده عدد النواب كتمثيل وكوزار نحنا خلينا ناخد نصف مجلس النواب نعم مفروض أنه يكون 64 نائب مفروض يكون يمثلوا الطواقف المسيحية أو المذاهب المسيحية الطائف المسيحية مش عاك 64 نائب في مثلا انت ناخد نائب الماروني ببيروت بأصوات مين طالع وكيف طالع هل هو ممكن يطلع نائب ماروني ببيروت مش اخذ ولا صوت ماروني طبعا ما معنى هذا موضوع بتقصدينك الشيخ نديم لا 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 بأي حال هذا موضوع على حدن عطيت مثل ما بقصد فيه حدن أبدا هيدا الأنون يلي رجع حق المسيحية بالدوحة لأنون بيروت وتقسيم بيروت أبدا هيدا الأنون شال نصف نواب المسيحيين أعطاهم لغير المسيحيين أعتبروا العماد عون انتصار معا للوزير وقت رجع من الدوحة قال رجعنا حقوق المسيحيين سيدتي نحن وقت رجعنا من الدوحة على أساس تعديل قانون الانتخاب وقانون الانتخاب لم يعدل يعني ما نفسر كلام العون أنه رجع حقوق المسيحيين بناحية معينة أما الأساس بأي ديمقراطية أنا غير مقتنع لا بقنون الأورتودوكسي ولا بقنون بتزيد التقسيم بس أنا مقتنع أنه إذا المسيحيين ملقينا طريقة هن ينتخبوا نوابهم نعم هن كانوا على حق أو على باطل هذا موضوع أخرى الديمقراطية ما بدأت تحكم بدأت تشوف رأي الناس فنحن عم نقول نص النواب المسيحيين منتخبين بأصوات المرجحة الأصوات اللي بترجح فوزهم أو عدم فوزهم هي غير مسيحية حتى ببعبدها يعني هيدا الموضوع يمكن ينطبق على الجميع بدسبة كتير أكبر على المسيحيين لأنه فيه يمكن نايم لا بدأ يفهمه العالم لا حتى نواب العمادعون بأماكن عديدة يمكن فيه نائب الشيعي بجبال بيطلع بأصوات مسيحية لا نواب المسيحيين بكتلة العمادعون ببعبدها منتخبين من غير المسيحيين بأماكن أخرى نائب ميل رحمة بأصوات غير المسيحيين حتما 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 ولكن هذا ليس الموضوع اليوم فيه نسب فريق أكبر من فريق بس الخطأ يعني المشكلة عند الجميع عند الجميع بنسب مختلفة خلينا نبقى بموضوع اليوم المستقبل بتلمح إلى إمكانية أن يوافق الوزراء العونيون على قرار تأجيل تسريح العميد روكوز من ضمن سلة تشمل عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمن فيهم اللواء وليد سلمان سيما وأن العمادعون وقت لسؤل عن هذا الموضوع قال خلينا يفكر هذا هو المخرج اللي راح نشوفه اليوم هذا المخرج حسب معلومات هذا المخرج اللي بده ينطرح ما بعتقد راح ينطرح تمديد لبعض الضباط لأنه تعرف بتخلق أشكالية طويلة وعريضة الانتقاء يعني طبعا بس ما بتعمل تخمى بأيادة أنه بصير في 300 عميد طبعا حسف في عنا عمد حوالي 300 فبالتالي طبعا هذا كان رأي الجاش مش رأيه رأيك بس رأي الجاش بتعرف الشغلة كمان كل هاي القرارات اللي بكون نحنا بمشكلة بنصير نفتش على الحل ودايما ما حدا بيقرش الحل شوف شو بده يصير فيه بعد بيقرشوا بيقرشوا أنا رجل الاقتصاد نعم يعني نحنا اليوم إذا تم التمديد سنة وسنتين أو ثلاثة للزباط يلي يمكن قصب كبير منهم بأكتاريتهم بيستاهلوا التمديد بس هاي دا التلاعب بهالقوانين بهالشكل حل مشاكل أنا بالمبدأ ضده بالطبع عم نحل عم نحل مشكلة عم ندور زوايا كلنا منفهمها بهالوضع المأساوي اللي نحنا فيه ولكن تعرف إن عكساتها الملي عم نحكي هون يعني نعم وهذا ما يحكى عنه اليوم نقات الملايين يعني معلش إنه نحنا منعرف آآ 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 آ� وكل ضابط وكل قائد يعني ألوف التنكات من البنزين والمرافقين وال 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 فبالتالي نحنا بكل خطوة من عملها من اليوم وطالع مفروض تقريشها كل فتاة المالية تكون بنفس الورقة بنفس يعني نحنا أنا خادم وزير أربع سنين ونص يا مقرارات يا مقرارات لليوم ما في حدا في لبنان بيقدر يعطيك الكلف الحقيقي لا أي لست رتب ورواتب لا اليوم هلأ تكتر التغيير والإصلاح مبارح وضع هالورقة على جنب عندما قرر يمشي بقرر تمديد يعني ما تطلعنا عليها لا حتى منا محضرة ها يدي ما فينا نحنا نحن لا بس قصلا كيف ممكن يوافق على شيء اذا هم تحكي عن الكلفة المالية و هم تحكي عن المبدأ التمديد الاتنين سوا لا ولو الكلفة المالية ما حدا بعد بحث فيها نعم مبدأ التمديد مبدأ التمديد يعني اليوم نحنا كتير المفروض يكون واضح أن كل الشعب اللبناني مش جايين تنعرقل مش العرقلة طريقنا إلى لا رئيسة الجمهورية ولا قيادة الجيش ولا الانتخابات النيابية ولا حل موضوع الزبالي ولا حل أي موضوع من خلال العرقلة لا هيك طريقتنا لا هيك نفسيتنا ولا هيك طريقة تفكير جنرال عون والدليل على ذلك أنه نحن لو صلنا بفرقة في كتير من الفريقين وأنا أحدهم بكل وضوح وبكل صراحة كنا نعمل على التقارب مع الطيار المستقبل ونعمل على تقارب لأنه اعتبرنا أنه ممكن هالجازة إذا صح التعبير يعني طبعاً ما الجازة مارونية هذه ممكن تؤدي إلى انفراجات إلى حوار أفضل إلى فريقين يتفهموا بعضهم أكتر أنا بشو مزعوج منك وصولاً للرئاسة مش بس وصولاً للرئاسة أبداً وصولاً إلى الأمد الطويل لأنه آخرت النهار وصلنا للرئاسة وإذا ما كان التعاون كامل إذا ما كان فيه فريق عمل مظبوط جاي قاصد التغيير وقاصد الإصلاح وباتفقين على بعض طيب بيكون عم تحكي حالنا مش عم تحكي على الفريق الآخر وصلنا على الرئاسة وطلقنا بعد الرئاسة ما بدقدر نعمل شي بها الرئاسة عرفت كيف؟ يعني الرئاسة اليوم منا محطة فيك تعادي فيها كل الباقيين وتنجح فيك تعادي فيها كل الباقيين شروط النجاحة هو رح نرجع لها بس بدأ ابقى بمواضيع جلسة اليوم رواتب القطاع العام جريدة السفير بتقول نقلا عن الوزير علي حسن خليل أنه عنده خشة من عدم إمكانية دفع تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء إذا لم يتم فلح اعتماد إضافي من قبل مجلس الوزراء أو مجلس النواب النايب إبراهيم كنعان بيقول مبارح أنه ما في مشكلة بقصة المعاشات بس ماذا عن تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد وغيرها شوفي يعني على مبدأ القاعدة الاثنين عشرية نعم طبعا مع غياب موازنة هلأ لمدة عشر سنين نحن منعتبر المعاشات موضوع بالروتين الإدارة بيمشي بدون الحاجة لقرارات خاصة من المجلس الوزراء لا بيقول الوزير علي حسن خليل بدأ جلسة تشريعية بانتظار كمان نحن برأينا على القاعدة الاثنين عشرية ما في لزوم لجلسات تشريعية بعت عن نظر عن قارات مجلس الوزراء الأمور المالية خاصة في زيادات المالية معه حق مفروض أنه تطلع من مجلس النواب نعم نحن بانتظار المؤتمر الصحفي اللي رح يعقده بعتد مع الوزير اليوم نعم لنفهم أكتر تقنيا المقصود لأنه لفت نظرنا شغلة في حوالة 900 مليار اجداد على الرتب والرواتب من له أزورتان سامعتان فقسمة 875 مليار تقريبا هلأ يعني بدوا يندفعوا هولي شو المبلغ هولي فوق المعيشات يعني فوق لأ وين بدون يروحوا ما بنعرف هيدا السؤال أنه نحن بدنا نفهم كيف زادت المعيشات هل في توظيف وموضوع بتاع المرسيم اللي طالع بما يتعلق بالتوظيف الجديد بتمنعه منعا باتا حتى بتمنع المالية أنا كوزير جيت عينت أو تعاقت تمنع المالية لتأمن للبابلغ تأدفعوا الاعتمادات لأدفعهم ففي بعض الموضوع لازم نفهمها بس نحن بما يتعلق بالمعيشات والاستحقاقات واليورو بونز وغيرهم منعتقد شخصيا عطفا على اللي عم بيسير من العشر سنين الأخيرة من آخر موازة سنة 2005 منو بحجرة أشريع جديد إذا كنا نحن على خطأ رح يشرح لنا معالي الوزير اللي منكن له كل احترام لطريقة تفكيره ونحن برجع منقول مش عم نحط قصب دولي بس المهم نقتنع لأنه البعض عطى هذا السجال بينكم وبين الوزير علي حسن خليل يلي هو مثل ما هو معلوم مؤرب جدا من رئيس بري وجه آخر للبرود يلي رجع التاتري العلاقة بين العماد عنو والرئيس بري رح نحكي عنها بس خلينا ناخد أول فاصل بسيال حلق ونعود لمتابعة هذا الحديث لحظات ونعود